يعطيكم العرفة مدارس الوطن العربي للصف الثمن اليوم درسنا هو حجم الهرم القائم ومساحة سطحه في البداية أنا جبت عندي منشور منشور رباعي هو نفسه متوازي مستطيلات وأيضا في عندي الجهة الثانية عبارة عن هرم رباعي قائم في البداية المنشور المنشور حكينا هو عبارة عن مجسم له قاعدتان قاعدة في الأعلى وقاعدة في الأسفل تمام؟ والمسافة بين القاعدتين سميناها ارتفاع للمنشور هذا بالنسبة للمنشور والمنشور نوعه رباعي لأنه قاعدته على شكل رباعي الآن القاعدة عندها طول هو سين وعرض صاد والارتفاع هو عين على الجهة الأخرى في لدينا هرم رباعي هذا الهرم مشترك مع المنشور في القاعدة زي ما بتلاحظوا يعني قاعدة الهرم مساوية لقاعدة المنشور أيضا الارتفاع اللي هو هذا هو عبارة عن ارتفاع الهرم ونفسه ارتفاع المنشور وبالنسبة لارتفاع الهرم هو عبارة عن المسافة المسافة بين رأس الهرم ومنتصف القاعدة وبتكون ايضا عمودية على القاعدة هاي بالنسبة لارتفاع الهرم هلا انا اذا قررت في هاي المرحلة انه انا امسك المنشور الرباعي وقررت اني بدي اعبيه بمادة الرمل او بدي اعبيه برمل فانا في هاي الحالة رح احتاج اني اعبي الهرم ثلاث مرات رح احتاج اني اعبي الهرم اللي له نفس قاعدة المنشور ونفس قاعدة ونفس الارتفاع رح اعبيه تلت مرات رح املأه تلت مرات حتى اعبيه المنشور مرة واحدة فالعلاقة في النهاية هي ان حجم الهرم هو عبارة عن تلت حجم المنشور اذا تلت من حجم المنشور هاي بالنسبة للعلاقة ولكن الشرط انه يكون عندي القاعدة الموجودة هون في الهرم هي نفس قاعدة المنشور اي انها متساوية هاي بالنسبة للشق الاول من الموضوع فبالتالي هلا انا اتعرفنا سابقا على المنشور حجم المنشور بشكل عام هو عبارة عن مساحة هاي القاعدة مضروبة بالارتفاع حيك انا بحصل على حجم المنشور طب الان كيف بدي اوجد حجم الهرم اللي هو درسنا حجم الهرم عنا علاقة اقول لانه حجم الهرم هو عبارة عن تلت من حجم المنشور طيب حجم المنشور صال معروف فاصبحت العلاقة هي كالاتي حجم الهرم زي ما احنا شايفين حجم الهرم هو تلت مساحة القاعدة مضروب بارتفاع الهرم طيب ليش احنا حكينا تلت تلت لانه العلاقة هي تلت مساحة القاعدة لانه انا اصلا لما بدي اوجد هون بوجد مساحة القاعدة مساحة القاعدة تاي فارتفاع وياريت ننتبه جيدا انه هون ارتفاع الهرم احنا بنحكي بارتفاع الهرم يعني لانه في ارتفاع ثاني إذن أنا لما بدي أوجد حجم هرم بحكي ارتفاع الهرم المرحلة الثانية أو الفكرة الثانية من الموضوع أني أنا بدي أوجد المساحة المساحة سواء جانبية أو سواء المساحة الكلية في البداية بدي أوجد المساحة المساحة الجانبية زي ما أنتم عارفين هي عبارة عن مساحة الأسطح الجانبية هلأ أنا عندي خرم الأسطح الجانبية هي مثلثات معناته مساحة الأربع مثلثات اللي هي تحيط في هذا الهرم فأنا إذا إجيت للشبكة هي الشبكة أمامي الشبكة أمامي عندي القاعدة containها قاعدة الهرم وعند أربع مثلثات هاي عبارة عن الأسطح الجانبية أو الأوجه الجانبية شكلها مثلثات إذا أنا بدي أوجد مساحة جانبية بدي مساحت هدول الأربعة طب شو الشكل تاقي السطح هو عبارة عن مثلث إذن مساحة المثلث هي نصف في القاعدة مضروبة في الارتفاع إذن نصف بالقاعدة بالارتفاع هذا بالنسبة للمثلث ولكن أنا عندي طلعي في عندي مثلث اثنين ثلاث أربعة يعني لازم أجمعهم كلهم فبالتالي رح أجيب نصف مضروبة في هاي القاعدة في الارتفاع ثم نصف في هاي القاعدة لاحظوا معي أول مرة هاي القاعدة ثاني مرة هاي القاعدة ثالث مرة هاي القاعدة رابع مرة هاي القاعدة فبالتالي أنا الأربع قواعد للمثلثات هي مع بعض ومجموعها شكل عندي إيش؟ شكل عندي محيط القاعدة فالقانون صار كالآتي مساحة جانبية إذا إحنا بنحكي بمساحة جانبية هي نص اللي إحنا جبناها من قانون المثلث مضروبة بمحيط القاعدة هاي محيط القاعدة عشان أنا فصار عندي أربع مثلثات مضروبة بالارتفاع ولكن أي ارتفاع؟ الارتفاع الجانبي الارتفاع الجانبي طيب شو هو الارتفاع الجانبي؟ الارتفاع الجانبي بالشبكة زي ما أنتوا شايفين هو المسافة من رأس المثلث أو رأس الهرم إلى قاعدة المثلث هذا نفسه ارتفاع المثلث وأيضا اسمه ارتفاع الجانبي أما بالنسبة للمجسم هو ليش سمية إنه عبارة عن ارتفاع جانبي سمية ارتفاع جانبي هلأ رح نشوف مع بعض من خلال الصورة إنه كالآتي هلأ أنا عندي هاي المجسم الارتفاع تاع الهرم ارتفاع الهرم لاحظوا معي المسافة من رأس الهرم لوين؟ لمنتصف القاعدة وعمودي على القاعدة الارتفاع الجانبي لاحظوا معي من رأس الهرم لوين رحنا؟ رحنا لمنتصف إيش؟ لمنتصف قاعدة المثلث أو لمنتصف المثلث الجانبي منتصف قاعدة المثلث الثاني أو ممكن نحكي إنه إيش؟ أحد أحرف لأي حرف بدنا إياه من القاعدة هلأ القاعدة مش عنا إياها مثلا شكل مربع عندي هاي هاي أحد الأطلع أو الأحرف اللي خاصة فيها لمنتصفها هون كنا نحكي لمنتصف القاعدة هون صرنا نحكي لأ الحرف نفسه إذن هذا هو ارتفاع جانبي لاحظوا معي هاي المسافة منتصف قاعدة لوين لهون واللحظ إنه جانبي فأنا سميته ارتفاع جانبي نوضحه أكتر وهو نفسه أيضا هذا هو الارتفاع الجانبي إذن عندي المساحة الجانبية هي نص ضرب محيط القاعدة ضرب الارتفاع أيضا عندي هون المساحة الكلية المساحة الكلية كما تعلمنا سابقا بدي أوجد مساحة كل الشكل هي رح تكون عندي المساحة الجانبية مضافا إليها إيش مساحة القاعدة وانتبهوا معي هون أنا حكيت القاعدة إحنا في دروس السابقة كنا نحكي زائد مساحة القاعدتين لأنه انتو زي ما انتو شايفين الهرم عبارة عن الهرم له قاعدة واحدة مش قاعدتين بالنسبة للارتفاع الجانبي اللي هو موضح في الشكل اللي معمول بالنقاط باللونه أبيض هلأ بالنسبة للشبكة الارتفاع الجانبي هو هيه من رأس المثلث هذا هو الارتفاع الجانبي أما بالنسبة في حالة المجسم هذا منسميه الارتفاع الجانبي للمجسم وهو بالعادي بيكون من رأس الهرم إلى وين إلى قاعدة المتلث واللي هو نفسه أحد أحرف قاعدة الهرم ها هو موضح هون عندي إياه بالشبكة وعندي إياه هون أيضا في حالة المجسم إذن مرة تانية حجم الهرم نحكي تلت ضرب مساحة القاعدة ضرب ارتفاع الهرم إذا بنحكي مساحة جانبية للهرم رح نحكي نفس ضرب محيط القاعدة ضرب الارتفاع الجانبي ولازم هون نميز أنه أنا إذا بدي حجم باخد ارتفاع الهرم إذا بدي مساحة جانبية باخد ارتفاع جانبي الآن مثال 1 صفحة 114 جد حجم الهرم القائم أمامنا هذا عبارة عن الهرم القائم لو لاحظنا هذا عبارة عن هرم رباعي الضلع هات خمسة الضلع هات خمسة أيضا ما أعطيني المسافة من رأس الهرم لاحظوا وين معي إلى القاعدة مش لا حرف القاعدة القاعدة ستة هذا المسافة لأعطانيها وهذا الارتفاع هو عبارة عن إيش عن ارتفاع الهرم الآن مطلوب أوجد حجم الهرم القائم في البداية رح أكتب القانون حجم الهرم رح يساوي عندي واحد على ثلاث اللي هو ثلث مساعد القاعدة مضروب الارتفاع وهون بدي أوضح الارتفاع اللي هو ارتفاع الهرم تمام؟ أوكي الآن بدي أبلش أعوض واحد على ثلاث ضرب مساحة القاعدة خلينا ننظر للقاعدة القاعدة عشكل مربع كي بدي أوجد مساحتها اللي هي الطول بالعرض أو إذن عبارة عن خمسة مضروبة بخمسة هاي مساحة القاعدة والارتفاع اللي هو للهرم هو عبارة عن ستة الآن بدي أوجد يساوي واحد على ثلاث خمسة وعشرين ستة الآن فيه اختصار واحد تقسيم ثلاث اثنين والآن خمسة وعشرين ضرب تنين الجواب هو خمسين سانتيمتر ولأنه حجم تكعيب تدريب واحد صفحة مية واربعطاش هرم قائم ثلاثي إذن شكل قاعدة ثلاثية ارتفاعه خمسة عشر هذا الارتفاع هو ارتفاع الهرم وقاعدته على شكل مثلث طول القاعدة عندي عشر سانتي وارتفاعه سبعة سانتي إذن هذا ارتفاع ايش؟ المثلث جد حجمه أو هاد نفسه الارتفاع الجانبي في البداية رح اكتب عندي حجم الهرم رح يساوي عندي تلت ضرب مساحة القاعدة ضرب ارتفاع الهرم أكيد الآن بدي أبلش في الطعوية رح أبلش تلت واحد اعتلات رح تنزل ضرب مساحة القاعدة القاعدة عندي عبارة عن مثلث إذن هون أنا بدي أوجد مساحة مثلث نفتح قوس هي عبارة عن نصف القاعدة اللي هي عشرة في الارتفاع كم ارتفاع المثلث سبعة إذن هاي نصف القاعدة في الارتفاع ضرب ارتفاع الهرم ها هو خمستاش الآن بأبلش حل ساوي تلت ضرب اتنين مع عشرة خمسة خمسة بسبعة خمسة وثلاثين مضروبة بخمستاش الآن إذا أنا بدي أختصر مع تلات واحد مع خمسة مع خمستاش خمسة والآن النتيجة خمسة وثلاثين في خمسة يكون الجواب عندي مية وخمسة وسبعين سانتيمتر مقعب مثال اتنين صفحة مية وخمستاش جد المساحة الجانبية والكلية لسطح الهرم القائم الموضح جانبا الرسمة عندي اياها كالآتي عندي زي ما انتوا شايفين هرم رباعي قاعدة رباعية والأوجه جانبية وثلاثة المعطيات اللي اعطاني هي فقط المعطيات الموجودة عندي اياها الرسمة رح نبلش المسافة من هون لهون 4 سنتي والمسافة من هون لهون 4 سنتي اذا هاي 4 سنتي هاي اكيد 4 سنتي وهاي اربعة هاي اربعة اذا القاعدة عبارة عن مربع طول ضلع 4 طيب ننتقل للمعطى الاخر المعطى الاخر اللي هو عبارة عن 6 سنتي خلينا نشوف المسافة هل هو الارتفاع الجانبي ولا اعطاني ارتفاع الهرم مانو المسافة هي عبارة من رأس الهرم الى الحرف او الحافة تاعة القاعدة او اللي هو نفسه ارتفاع المثلث فهذا هو عبارة عن ارتفاع جانبي اذا هاذ ارتفاع جانبي الان الان بدي اشوف شو المطلوب المطلوب مني هو اني اوجد المساحة الجانبية والكلية رح نبلج بالبداية في المساحة الجانبية المساحة الجانبية الحال قانونها المساحة الجانبية تساوي لسطح الهرم طبعا هي تساوي نصف مضروبة ب محيط القاعدة ايضا مضروبة ب الارتفاع الجانبي اذا حكينا هون عندي مساحة جانبية فاذا الارتفاع بيكون نوعه جانبي الان بدي اوجد المساحة الجانبية بدي ابلش طويل نصف نزلناها روح محيط القاعدة محيط القاعدة هو يساوي محيط المربع وهو مجموعة اطوال اضلاعه رح نبلش الضلع الاول اربعة ثم اربعة واربعة زائد اربعة هذا عبارة عن محيط القاعدة اخر اشي الارتفاع الجانبي الضرب كم من الارتفاع الجانبي عندي اياه ستة الان رح ابلش بالحال نص ضرب اربعة زائد اربعة تمانية واربعة زائد اربعة تمانية تمانية زائد تمانية ستتاش عندي ستتاش مضروبة بستة الان اذا في اختصار المفروض اني اقوم بالاختصار هون يوجد اختصار تقسيم تنين واحد تقسيم تنين تمانية الجواب النهائي 8.6 والجواب النهائي عبارة عن 48 سنتيمتر ولأنه مساحة إذن هو مربع هذه بالنسبة للمساحة الجانبية أما بالنسبة للمساحة الكلية نكتب القانون المساحة الكلية طبعاً للهرم هي تساوي مساحة جانبية الجانبية للهرم زائد مساحة القاعدة ليش مساحة قاعدة مش قاعدتين ليش مساحة؟ لأنه لا يوجد لدينا إلا قاعدة واحدة الآن بدي أبلش بالتعويض مساحة جانبية وجدناها الآن 48 زائد المساحة الجانبية شو مساحة القاعدة؟ القاعدة شكل مربع ومساحة المربع الضلع تربيع أو الطول بالعرض اللي هو نفسه أربعة بأربعة فعندي أربعة ضرب أربعة الجواب 48 زائد أربعة بأربعة 16 لما أجمعهم رح يطلع معي أربعة وستين سنتيمتر ولأنه مساحة رح يكون عندي الجواب سنتيمتر مربع تجريب اثنين الآن هرم ثلاثي قائم طول ضلع قاعدته ستة سنتيمتر إذن هو ثلاثي وطول ضلع القاعدة ستة وأعطاني ارتفاع جانبي ثمانية جد مساحة السطح الجانبية بالبداية رح أكتب المساحة الجانبية للهرم طبعا نصف ضرب محيط القاعدة القاعدة ضرب الارتفاع الجانبي الآن بدي أبلش تعويض نصف ضرب محيط القاعدة عندي طول ضلع ستة باقي الأضلع بدي أبلش أجم مجموعة أطوال أضلع ستة زائد ستة زائد ستة ضرب الارتفاع الجانبي أعطاني هو ثمانية الآن بدي أبلش اتنين مع الثمانية رح نختصر وبالتالي رح أبلش ستة زائد ستة طمنطعاش مضروبة بأربعة الجواب النهائي يساوي ثنين وسبعين سنتيمتر ولأنه مساحة سنتيمتر وربعة الآن بالنسبة لتحذة اللي هو صفحة مية وخمستعش ما أوجه الشبه والاختلاف بين الهرم الثلاثي القائم والهرم الرباعي القائم بالبداية بدي أفرجيكم بهذا الفيديو كيف نتعرفوا شوي على الهرم الرباعي والثلاثي بالبداية هذا الهرم الرباعي لاحظوا معي الأسطح الأوجه الجانبية هي عبارة عن مثلثات أما بالنسبة للقاعدة هي عبارة عن مربع هايها بلون تاني هاي إذن الأسطح الجانبية مثلثات هاي لما طوناها وهي رأس الهرم والقاعدة اللي هي باللون التاني تمام؟ هذا بالنسبة للهرم الرباعي هون هلأ بدي أنتقل لا الهرم الثلاثي هذا اللي أمامنا ننتظر شوي هذا اللي أمامنا هو عبارة عن هرم ثلاثي لاحظوا أنه الهرم الثلاثي الهرم الثلاثي هايون لاحظوا أكتر هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن قاعدة مثلثة بالاضافة الى الاسطح الجانبية ايضا هي عبارة عن مثلثات اذا هناك لاحظنا الاسطح مثلثات وهون ايضا الاسطح مثلثات هذا وجه الشبه بالنسبة الى وجه الاختلاف هو في شكل القاعدة شكل القاعدة هون لاحظناها عبارة عن مثلث وهناك عبارة عن مربع اذا والهرم يطلق عليه اسمه حسب قاعدته وهي من لاحظ هيك مع بعض الوجه الجانبية مثلثات والقاعدة ففي هاي الحالة رح يكون لنا الاجابة زي ما احنا شايفين هلا رح اعرض الاجابة الاجابة هون الاجابة في هاي الحالة هيك الاتي اذا في تحدث ما اوجه الشبه والاختلاف بين الهرم الثلاثي والرباعي القائم وجه الشبه لأوجه الجانبية مثلثات زي ما شفنا بالفيديو وجه الاختلاف هو رح يكون لنا في شكل القاعدة حيث انه في الهرم الثلاثي طلعت معنا القاعدة مثلث الرباعي كان شكلها رباعي تمارين ومسائل السؤال الاول جد حجم هرم قائم ارتفاع الهرم 17 متر قاعدته مربعة الشكل طول ضلعها 22 اذا انا عندي هرم رباعي طول الضلع عندي 22 ارتفاع الهرم 17 وبدو لياني حجم رح بلش حجم الهرم يساوي طلت مضروبة بي مساحة القاعدة مضروبة في ارتفاع الهرم الان تلت رح تنزل مساحة القاعدة رح نرجع للسؤال حكالي القاعدة على شكل مربعة واعطاني طول ضلعها اذا مساحتها 22 مضروبة ب22 لانه مربع مضروب كليته ب17 ويساب 1 على 3 ضرب 22 ضرب 22 رح يطلع عندي 484 مضروبة ب17 رح اضرب ب17 بعدين اقسم على 3 الجواب النهائي 2742.7 سنتيمتر ولانه حجم مكعب السؤال الثاني جد ارتفاع شمعة على شكل هرم قائم حجمها 847 سنتيمتر مكعب ومساحة قاعدتها 121 سنتيمتر مربع بالبداية لازم اكتب قانون الحجم حجم الهرم يساوي تلت مضروب بمساحة القاعدة ضرب ارتفاع الهرم ثم جد ارتفاع المطلوب هو ارتفاع الشمعة هذا هو المجهول ومعطيني الحجم بدي ابلش بالتعويض معطيني 847 هذا الحجم مساحة القاعدة التلت بنزل ضرب مساحة القاعدة 121 ضرب عين عين هي المجهولة الان انا بدي اوجد عين رح اقوم باضرب هذا الطرف رح اغير اللون رح ضرب رح اضرب ب3 وقسم على 121 هذا الاشيه للطرفين ضرب 3 و 121 3 مع 3 بتروح 21 مع 121 بتروح رح يكون عندي الجواب عين تساوي النتيجة الكاملة بهذا الجواب هي تساوي 21 سنتيمتر سنتيمتر لانه ارتفاع اما بالنسبة لاتمرين ومسائل فاحنا حلينا السؤال الاول والتاني مع بعض وضايل عليكم السؤال الثالث والرابع والخامس والسادس واجب ويعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة